اشتركوا في القناة كيف نربط هذا الاب بالصفحة الوب ونزلنا او بلشنا بموضوع الميل تشمب يلي هي لادارة القوائم البريدية وعمل حملات اعلانية اليوم لحن نشوف كيف فينا نربط الميل تشمب مع البرنامج اللي فينا نساوي او نجيب منه او في طريقتين طبعا طريقة يدوية وطريقة اوتوماتيك او طريقة يعني مؤتمة الطريقة المؤتمة اول شي منجع برنامج convert up اذا منحط هذا البرنامج هذا البرنامج اللي اخترنا طبعا شفنا السبسكرايبر شفنا كيف تساوينا السبسكرايبر هلا منجع موضوع منحط add integration طبعا لاحظوا موضوع الايميلات الموجودة او مزودات الخدمات الاعلانية الخاصة بالايميل عدد لا يحصى طبعا اكتر شيء يستعمل الهب سبوت الهب سبوت الهب سبوت الهب سبوت فيه كمان واحد ثاني يستعمل كمان كتير على ما اتوقع هذا على ما اتذكر طبعا فيه كمان get response رائع جدا لموضوع اتمتت الحملات الاعلانية عن طريق البريد الالكتروني رائع رائع جدا طبعا هذا بيحتاج كورس خاص فيه لحاله ان شاء الله مثل ما انه الموضوع التسويق الرقمي كتير مجال واسع كتير صار فيه معلومات كتير مشان هيك ما لاحنا نقدر نعطي كل شيء بمسلا بهي الدورة لحنا نعطي الشغلات الرئيسية اللي حتخليك تنطلق بهذا المجال يعني كل شيء اللي حتحتاج بهذا المجال اللي حتلاقي بهي الدورة ان شاء الله فيه حال مثلا لقينا انه فيه تفاعل كتير طبعا الحمدلله حاليا فيه عنا عشرة الالاق مشترك بالكورس بأكد شغلة ثانية ياريت الكل يشاركوا موضوع استطلاع الرأيي مشان المستقبل اذا اذا بتجوا على صفحة مونيرمي.com اذا مونيرمي.com بتلاقوه هون حتلاقوا استطلاع الرأي ياريت الكل يشارك فيه بتلاقوه هون digital marketing survey وبتسجل فيه المعلومات اللي بتلاقيها طبعا هاي المعلومات اعود المواد أيها التفاعل اسقل كل مواد مهمة للمستقبل او في حال تطوير موضوع الكورس انشاء الله ياريت الكل ياتف يجيه على المونيرمي.com على الDIGYTM ويستجل معلوماته ويبعثها مشان يشوف او من ارسال او ادار هاي كانت الملاحظة الولا اولا من أولا بنجم اروض الملاحظة الانتيجب integration الآن وظائق اما акナเพاج اي ام request liban نعمل/. الإخدام واخد فضل الإخدام و تدخل مشكلة المعلومات التي س welling it هي توقع ديجيتال ماكتينكورس 2020 بالطبيco week تكون مثلاهتو مثل المعلومات تلاحظ لحيينا انه ديع ث fluctuations وضيفه عندك بالWordpress Allow هناك عدة ملاحظات أقول لك ما اسم اللي ستضيف عليها هناك تضيف تعدل الاسم MailChimp أو List أي شيء تحبه ما اسم القائمة التي ستضيف عليها الأسماء أو المعلومات من الـ Convertful مثلا نجينا على صفحة المدونة طبعا بعثنا الإيميل طبعا هون اللي ستطلع الإيميل والإسم و اللي ستنضاف هاي المعلومات الاسم والإيميل اللي ستنضاف على هاي القائمة اللي اسمها تكتوك من اللاقية؟ من اللاقية بالMailChimp طبعا Request double opt-in confirmation if subscriber is not in the list طبعا هاي كبداية ما لازم تدفعها ليش لأن مثلا هذا الخيار كتير مفيد للحماية الموضوع للسبام يعني بتلاقي في عالم بيجوا على الموقع فرضا بيساوي مثل هون بس بيسجلوا اسم مثلا بفرضا رحيلة اسم بحطوا حيلة إيميل وتنفتح المحتوى لحتى تساوي انك تتأكد انه هذا الإيميل أو هذا الشخص يعني موجود فعلا بيقوم بيبعتلك إيميل على إيميلك انه يرجى التحقق أو التأكيد بتلاقي confirm يرو إيميل انه تحقق من إيميلك تكفس عليها انه confirm انه انت الشخص يساوي تسجيل دخول طبعا كبداية لا يفضل كتير تساوي له تعقيد لكن إذا صار عندك بزنس كبير صار موضوع الحماية للمعلومات كتير مهم عندك لازم يتفعلها إذن الغياء سوف أقول لك ديفولت لست هون فيك تضيف اللي ستنضاف عليها الأسماء اسمها تاكتوك هلأ الكوستوم فيلد هلأ عبيقول انه رمز المتغير أما بالمنتشامب وهو FName و LastName طبعا لكل برنامج بيستخدم متغيرات معينة بالبرمجة مثلا هون FName بالMailChimp هو FirstName بالConvertFull في قط تضيف باقي الشغلات طبعا من نلاقيها بصفحة الميلتشامب تكتب custom fill باسم يطلع عندك نجعل جوجل يطلع عندك هاي custom fill يطلع عندك الاسماء كلهم التعقز بنتصر نحن ساوية ما في انجليش طبعا كل واحد حسب اللغة المستعملة او ثاني تمام هون لاحظ هون بتختار مثلا text date birthday address zip code كل هاي الفلد موجود بالMailChimp نرجع على الconvertFull اذا منحط save هلا اي شخص اذا حتى نتأكد انه تفعلت نجعل integration لاحظ الstatus هو active اذا mailchimp campaign اسمه type mailchimp هو البرنامج اللي ربطنا معه اللي هي صفحة mailchimp والstatus انه الحالة هو active يعني انه مفاعل تمام فيه تضيف تمام integration ثانية مثلا مثلا فرضا بدنا من get response لو مشتركوا get response نفس الشي بدك account API و connect لكن حاليا نعمل على mailchimp هلا اي شخص بسجل عن طريق convertFull تلقائيا لح تنضاف معلوماته على القائمة وين بالMailChimp اذا هاي الطريقة الاولى اذا حاليا بعد ما سلنا integration وعننا شفنا الطريقة الاوتوماتيكية انه لحالة بتنضاف القائمة البريدية الطريقة التانية هي الطريقة اليدوية انه بنساوي export لهالمشتركين عننا وبنسايفهم بملاف اسمه csv تمام منضيفا عننا الصفحة عننا طبعا انا عندي احتمال ما يقبلهم الموقع للMailChimp لان الايميلات وهمية وما في اسماء مشان هيك احتمال كبير السمم فلتر الموجود بالMailChimp انه ما يقبل يساوي import انا عندي قائمة بريدية خاصة فيه لحضيفها بس نحن نتعلم كيف اذا منيجي على ال audience هون all contacts منحط add contacts اذا import contacts طبعا import from another service فرضا عندك مثلا service تاني مشترك فيه مثل get response كان عندك ايميل وماعد عجبتك الخدمة او بدك تغير لغير الشركة لان صارت اغلى مثلا فتاخد القوائم البريدية اللي جمعتها بالمزود الكمبين التانية او المزود الخدمات الاعلانية التانية وبتضيفها بالMailChimp او upload file عن طريق csv او text file او بتحط copy and paste ومنع依بت الكمبين التي تستخدمها ولمعلومات لحظة upload file إذان continue and browse ومنضيف عنا القائمة التي تريدها إذن لاحظة المهمة نضيف هذه القائمة continue أبقل أعبق الله ما هو الحالة ؟ ونسبسكرايب ونسبسكرايب يعني ان تضيفهم كمشتركين عندك بهذه الخدمة ونسبسكرايب يعني انك تضيفهم كغير مشترك أو سو إلغاء اشتراك ونسبسكرايب ونسبسكرايب يعني انك تضيفهم لا هدول لسا ما اشتركوا أبدا يعني لسا ما بعتلين إيميلات ولسا ما نضافوا عندك يعني معناتها محزوفين هدول الكنتاكت طبعا انا بدي هنا ونسبسكرايب يعني فرضا انت عندك مثلا مشتركين مرة مسجل بإيميل مثلا أحمد مرة ثانية مثلا أاتياهو.com هو بيساوي أبدايت يعني بيدمج وبياخد إيميل واحد منهم طبعا انا بساوي أبدايت كنتينويتو هون التاك موضوع التاك كتير مهم كتير مهم لأن مثلا فرضا انا جبت المعلومات او المشتركين حاليا من صفحة الانترنت مثلا بحطه انه ويب سايت لحسابينهم تاك انه ويب سايت طبعا انت مثلا جبت المشتركين عن طريق اعلان لمنتج اعلان لمنتج الشعر مثلا هو بتحط انه هادول يجو مثلا هير كامبين شو الفائد من هالشي بعدين فرضا بتصير تبعد منتجات الشعر حصرا للناس لساوي تسجيل على منتج الشعر او مثلا بتساوي اعلان لبريد الكتروني للاشخاص المهتمية فرضا بس بكريمات الوجه هاي الفكرة بموضوع التال اذا انا اجو عن طريق الويب سايت اذا نكتنو توماتش هلا هون مثلا كل شي برداني عبقلك انه two columns will be imported طيب اذا نحط اعبقلك عندك 570 مشترك لحينضافوا complete import visit audience dashboard لحلاقي مفروض يكونوا عنا اذا بالall contact لازم يكون من ضاف عنا 575 طبعا ليش ضاف بس 76 احتمال الايميلات او لسا عبقلك امبورت للقائمة لان العدد كبير بقع بساوي امبورت للقائمة طبعا متل ما انه احيانا بساوي الميلتشمب لحاله بساوي فلتر الايميلات في حال كانت عنده انه هذا الايميل اللي هو spam او مثلا ماله حقيق اذا لاحظوا قائمة البريدية اللي عم اضيف عليها هي التكتوك هلا رح نساوي refresh ونشوف ادي صاروا المفروض ينضافوا 569 مشترك معناها صار عندي 569 ايميل هلا الخطوة الاخيرة هنتعلم كيف نساوي كامبين لهدول المشتركين في حال عنكم اي اسئلة يارد تكتبوا لي في حال كان اي نقاط مواضحة كمان يارد تسألوني على طبع المنصة وشوفونا بجزء الثالث من البريد الالكتروني او من التسويق البريد الالكتروني شكرا كتير لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة